السلام عليكم فطائر مكونا غزال يجعلها أكثر عشاشة و يجعلها قطنية نحتاج أول شيء كأس ديال الحليب بحرارة المطبخ كأس ديال الماء بحرارة المطبخ كذلك وربع كأس ديال زيت الزيتون أو زيت الطبخ العادية نحتاج كذلك إلى أبيض بيضة و نحتفظه بالأصفر جانبا نضيف ملعقة غير مملوئة خميرة حبوب تقريبا 6 غرام ملعقة سكر نحرركم جيدا الخالط ديالنا نغطيه بلاستيك عدائي و نحتفظه بالمدة 10 حتى 15 دقيقة من بعد نأخذ الخالط ديالنا و نضيف المكون الرائع اللي هو النشا كأس ديال النشا النشا كيخلي القرص أو لا أي فطائر هشاش بزاف و رطبينه ببيضين نضيفوه شوية ديال الملح و نضيفوه في الطحين حسب الخالط حتى نحصلوه على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ما تكونش قاسحة بزاف و ما تكونش جارية يعني عجينة مثل العجينة ديال الخبز هنا الفطائر ديالنا بيدون ديالك و بيدون أي مجهود كنجمعوا الطاحين ديالنا و نضيفوها بشوية ديال زيت الزيتون و نخليوها كتخمر بدون دلك ولكن أهم حاجة أنها تبقى ساعة وهي كتخمر نغطيها ببلاستيك غدائي و نخليوها لمدة 60 دقيقة كتخمر و نرجع ان شاء الله فطائر و العجينة ديالنا من بعد ما خليناها ساعة كما كتشوفو كتنفخ هنا بإمكانكم أنكم تعودوا تجمعوها ولا تعودوا الكوها بيديكم بإمكانكم كذلك أنكم تحضروا بها الكويرات في نفس الوقت كنحضروا بها الكويرات ثم سأخذوا هذه المغرفة المشبكة و الصفاية سوف نحضر و تعطيني واحد الشكل في القريسات سوف يأتي فيهم واحد الحبيبات مالذي يطيبوا غزالين فأنتم لا تقدروا تدينوهم سامبل ولكن ما بغيتوه الشكل اللي بغيتوه أهم شيء أنني أعطيتكم الفكرة العجينة كديشة بزاف ومزيانة فهنا سنقضهم و سنوضعهم في الصينية اللي سنضخل الفران بالنسبة للفرن نشعلوه درجة الحرارة مئة وسبعين درجة الفرن الضو نخدمه المرواحة و الفرن الغاز نخدمه غرم الأسفل ناقص حتى يطيبوا لنا الكورس هنا سنضهنوا الفطائر ديانا و سنضيفهم يختمروا و يضعف الحجم ديالهم حتى يدخلوهم الفرن ساخن درجة الحرارة مئة وسبعين و نتلقى و نشوفوا الشكل النهائي هو هذا كما تشوفوا إلا بغيتوهم يجيوكم أكثر يعني من فوخين حاولوا أنكم ما تبسطوهم مش بزاف من الأول إلا بغيتوهم يجوكم هكا بحالة يعجبوني هكا يكونوا مسرحي فحاولوا تبسطوهم كانتمنى الفيديو يعجبكم ما تنسوش اكسبلور السلام عليكم موسيقى